اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة صباح الخير لكم جميعا انا الان متواجد في دوار الوحدة ويعد هذا الدوار المدخل الرئيسي الى حيطي جنوب مدينة القامشلي طبعا الاشتباكات الاولى التي اندلعت بين قوات الاسايش والدفاع الوطني كانت في هذه النقطة بحسب الاسايش استهدفت قوات الدفاع الوطني يوم مساء الثلاثاء حاجز قوات الاسايش ما ادى الى استشهاد احد عناصر قوات الاسايش في هذا الموقع واستمرت الاشتباكات بين الطرفين الى خلال الثلاثة ايام الماضية طبعا الان هناك حالة من الهدنة بين الطرفين بعد اجتماعا عقدة يوم امس بين قيادة قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية برعاية القوات الروسية طبعا هذا الساتر هنا الازرق تم وضعه للتجنب الرصاص القادم من منطقة من داخل حيطي حيث كانوا يتواجد في الداخل قناصة لقوات الدفاع الوطني تستهدف هذه المنطقة الان هناك انتشار واسع لقوات الاسايش في هذه المنطقة وكذلك بحسب تواصلي هنا مع بعض مقاتلي قوات الاسايش فان قوات الاسايش تسيطر الان تقريبا على معظم حيطي بعد تراجع قوات الدفاع الوطني باتجاه جنوب المدينة هناك في هذه اللحظة مفاوضات تجري بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية برعاية القوات الروسية من اجل التوصل الى هدنة دائمة ووقف الاشتباكات طبعا بحسب المعلومات والمصادر فان قوات الاسايش لن تنسحب من المناطق التي سيطرت عليها وبالعاكس تماما هي تدعو الى السيطرة الكاملة على حيطي وانهاء تواجد قوات الدفاع الوطني داخل هذا الحي خاصة وان الادارة الذاتية وقوات الاسايش اتهمت مرارا قوات الدفاع الوطني بالوقوف خلفه عمليات تفجير واشتباكات وكذلك استهداف مدنيين واستهداف حواجز قوى الامن الداخلي في مدينة القامشلي الحكومة السورية يبدو انها الى الان لم تتدخل لصالح تقديم الدعم العسكري لقوات الدفاع الوطني خاصة فان امتداد هذا الحي يصل الى فوج طرطب والذي يتواجد فيه جيش الحكومة السورية بكل تأكيد تشير المصادر والمعلومات بان تقديم الحكومة السورية لأي مساندة عسكرية قوية لقوات الدفاع الوطني قد يوسع دائرة الاشتباك بين الطرفين لتشمل المربع الامني وسط مدينة القامشلي وكذلك المربع الامني في مدينة الحسكة وقد يصل التوتر بين الطرفين الى مناطق عين عيسى وحتى حلب وريفها هذه الاسباب وخاصة مع قدوم الانتخابات الرئاسية السورية يبدو انها حالة دون تدخل عسكري مباشر لقوات الحكومة السورية في مساندة قوات الدفاع الوطني طبعا يمنع التصوير او الى الان يمنع دخولنا الى داخل حيطي وذلك لأسباب متعلقة بامان الصحفيين وحمايتهم خاصة وان قذائف سقطت في المنطقة استشهد مدنيين واصيب مدنيين خلاله الثلاثة ايام الماضية سمح لنا الان التصوير في هذه النقطة طبعا هنا مدخل حي الطي هنا دوار الوحدة بمدينة القامشلي سوف نحاول الان نقل بعض المشاهد من داخل حيطي اذا تمكننا من ذلك الان الاشتباكات متوقفة لا يوجد اي اشتباكات الهدنة التي انتهت اليوم الساعة العاشرة صباحا يبدو انها تم تمديد هذه المدة خاصة وان اجتماعات الان جارية بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة السورية برعاية روسية لا للوصول الى تفاهمات تفضي الى وقف اطلاق النار في المدينة وهدنة دائمة اكرر قوات الاسايش الان تسيطر على معظم حيطي يعني هناك مصادر اكدت او اشارت الى ان قوات الاسايش تريد السيطرة على الحزام الجنوبي بشكل كامل حيث ان تصبح ان قارطة السيطرة الجديدة لقوات الاسايش هو حيطي بالكامل وصولا الى الحزام الجنوبي وان قوات الاسايش لن تنسحب من الحي كان هناك اقتراح روسي مساء امس كذلك اقترحته الحكومة السورية بنشر قوات شرطة المدينة وهي قوات تابعة للحكومة السورية اي الشرطة المحلية تابعة للحكومة السورية في حيطي في المناطق التي كان يسيطر عليها الدفاع الوطني وتراجع الدفاع الوطني الى مناطق وقرى وجنوب مدينة القامش لكن قوات الاسايش رفضت هذا الاقتراح خاصة وانها تقدمت بشكل كبير داخل الحي والان هي تسيطر تقريبا على معظم الحي وهي تريد فرض سيطرتها الكاملة على حيطي كونها تعتقد بان اي تواجد للحكومة السورية ايضا في هذا الحي قد يؤدي في المستقبل الى عودة قوات الدفاع الوطني الى هذا الحي والى نقاطه السابقة في هذه المنطقة كنت انا ايفان حسيب معكم الان من دوار الوحدة في مدخل حيطي بمدينة القامش شكرا